استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم استقبل فخامة ستيفو بندروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس الضيف معربا عن تطلعه إلى مزيد من التطور في مستوى علاقات البلدين على مختلف المسارات وبحث الجانبان ما تشهده علاقات التعاون من تقدم خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات التي تشكل مرتكزات الرئيسة للتنمية المستدامة والتقدم في البلدين